الحصاد من قناة الفلوج ضعون تهدد الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية لا موعد نهائيا للتصطيق والتفاهمات قيضا لانتدار مخرجات الحوار تتبلور في نهاية العام الكاظمي وتولار يؤكدان إنهاء الدور القتالي للتحالف والتحول إلى المشورة والتدريب باجتماع عاجل في بغداد الجيش والبشماركا يرفعان مستوى التأهب لسد الثغرات والشيخ الخنجر يحذر الأرهاب الخطر الأكبر الجفاف يهدد الأنهر والتصحر يأتي على المساحات الخضراء العراق يلد بالمحافل الدولية لاستحصال حقوقه المائية مرحبا بكم مجددا والبداية من مؤتمر تحالف الفتح الرافض لنتائج الانتخابات حيث أكد رئيس التحالف هادي العامري إن المفوضية لم تقدم أي تقرير عن الأجهزة الانتخابية إلى مجلس النواب متهما في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد المفوضية بمخالفة قانونها بشأن إعلان النتائج وبرتكاب مخالفات دستورية وفنية مشيرا إلى تقديم طعون إلى المحكمة الاتحادية على ما وصفها بالجريمة التي ارتكبتها المفوضية حسب قوله المفوضية العليا لم تقدم أي تقرير إلى مجلس النواب إلى أن تمحل في يوم سبعة عشرة ويوم ثمانية عشرة كانت انتخابات التصويت الخاص وهذا أول مخالفة واضحة صريحة من قبل المفوضية المفوضية خالفت حتى قانونها في إعلان النتائج أعلنت النتائج وقالت هذه النتائج تمثل أربعة تسعين بالمية وبتبين فيما بعد أن هذه النتائج لا تمثل إلا تسعة وسبعين بالمية نحن طعننا في النتائج في المحكمة الاتحادية ومستمرين في هذا الطعن ولدينا مبررات ذلك مبررات فنية وكذلك مبررات ومخالفات قانونية التي في العرف القانوني يعتبرها جريمة ارتكبتها المفوضية كما اتهم العمري مفوضية الانتخابات بعدم الالتزام بتسليم أشريطة النتائج إلى ممثلية الكيانات السياسية قبل إرسالها عبر الوسط الناقل وبين أن المخالفات تعكس عدم أهلية مفوضية الانتخابات لإدارة العملية الانتخابية بالأسس المفوضية مكلفة بأن تسلم شريط النتائج قبل أن يتم وصل الأجهزة بالأنترنت حتى تبحث إلى أبرى الأثير إلى بغداد تسلم نسخة من هذه النتائج إلى كل مرشة وهذا الموضوعين المفوضية لم تلتزم بها ولذلك المفوضية بكل صراحة مطمئنتنا عدم أهلية المفوضية وعدم قدرتها على إدارة هذه المفوضات على إدارة هذه الانتخابات التي هي انتخابات مصيرية ومهمة جدا بدوره استعرض عضو تحالف الفتح عدنان فيحان تقرير الشركة الألمانية الفاحصة لأجهزة الأغتراع مؤكدا أن بصمات الناخبين لم تحمل كاملة ما أدى إلى إخفاق كبير في نظام تقاطع البصمات لافتا إلا أن مفوضية الانتخابات أقدمت على تغيير برمجيات أجهزة تسريع النتائج خلافا لتوصية الشركة الفاحصة فيما اعتبر في حان أن الانتخابات قامت على إجراءات ناقصة ما يستوجب بطلان النتائج المترتبتي عليها لم يتم تحميل جميع بصمات الأصابع الخاصة بالناخبين على قاعدة البيانات قبل الانتخابات وبالتالي كانت مطابقة بصمات الأصابع أمرا صعبا المشكلة التي اكتشفتها الشركة الألمانية هانس سولد أنه استمرار تحديث البرامج وبدون علم يعني على شون إحنا متعاقدين مع الشركة إذا إحنا نحدث البرامج وما ننطيها خبر ومن هنا يتضح أن نتائج الانتخابات التي أعلنتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قامت على أساس إجراءات ناقصة لا تضمن مشاركة كل الناخبين وكل ما بني على أساس غير شرعي فهو غير شري هذا وجدد الإطار التنسقي موقفه الرافض لنتائج الانتخابات الأخيرة وانتداره مرافعة المحكمة الاتحادية على طعونه المقدمة وذلك خلال اجتماع عقدته قوى الإطار في مكتب رئيس المجلس الأعلى همام حمودي وبحسب مصدر سياسي مطلع فإن المجتمعين اتفقوا على تشكيل وفود لزيارة مختلف القوى لبيان موقفهم فضلا عن الدعوة إلى إدارة مشتركة للمرحلة القادمة وأضاف أن الاجتماع أكد موقف الإطار بشأن نتائج الانتخابات وانتظاره مرافعة المحكمة الاتحادية على طعونه المقدمة بعد يومين على لقاء الإطار والتيار فتحت حلف الفتح النار الاتهامات باتجاه مفوضية الانتخابات سارد النوصاف الجريمة التي حدثت في العاشر من تشرين الأول بحسب وصف زعيمه هدي العمري مؤتمر صحفي عكس تمسك الإطار برفض نتائج الانتخابات وأشر أن أي انخراط في تفاهمات سياسية لا يعد كونه كسبا للوقت حتى موعد حسم المحكمة الاتحادية للدعوة الست المرفوعة أمامها طعنا في شرعية الانتخابات بعد 48 ساعة من لقاء الإطار والتيار يخرج رئيس تحالف الفتح هدي العمري في مؤتمر صحفي عنوانه الأوضح رفض كل ما يتعلق بالانتخابات وعدم اعتراف بالنتائج التي أفرزتها ساردا أوصف الجريمة وفق قوله التي ارتكبتها المفوضية قبل وأثناء العملية الانتخابية وبعدها أنا أقولها بصراحة المفوضية خالفة القانون مخالفة قانون مدى 38 من القانون من فتح الصناديق والنظر في الطعون ونظرة بسيطة سطحية وساذجة للطعون بل اعتبرها يعني مشتها الطعون هيت ولم نهد وهذا السبب أحد الأسباب المعلومات اللي عندنا هو الضغط مع السيدة بلاس خار وهذا اللي مفروض مؤتمر تحالف الفتح يؤشر بحسب مراقبين تمسك الإطار برفض نتائج الانتخابات وبالتالي فإن الانخراط في أي حراك سياسي لتشكيل الحكومة المقبلة لا يعد كونه جسا للنبض وكسبا للوقت حتى موعد حسم الدعاوى الست المقدمة للمحكمة الاتحادية إننا نعتقد ما يلي أكون صريح وواضح يومكم إنه يجب أن نخرج بمخرجين للبلد نحن لا نريد أن نذهب باتجاه الانسداد السياسي الانسداد السياسي ما يخدم أي طرف من الأطراف لذلك إحنا ذهابنا إلى المحكمة الاتحادية إذا نعتقد عندنا الأدلة الكافية ونعتقد أن إلغاء نتائج الانتخابات هي أحد المخارج للخروج من الأزمة وسط الخلاف الواضح بين معسكري الإطار والتيار تجاه التعاطي مع نتائج الانتخابات ضبابية تهيمن على مشهد تشكيل الحكومة يأمل العراقيون أن لا تطول إلى ما بعد قرار الاتحادية وعقد الجلسة الأولى للبرلمان التي يبدو أنها باتت مهددة أكثر من أي وقت مضى ولمناقشة هذه المستجدات ينضم إلينا عن هذا الموضوع عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق الأستاذ أحمد عبد الحسين أهلا بك أستاذ أحمد هل بداية مؤتمر رئيس تحالف الفتح هادي العامري يمثل عدم اعتراف بالانتخابات ونتائجها تداعيات ذلك على العملية السياسية في الأيام القليلة المقبلة؟ نعم تحياتي لكم والأستاذ المشاهدين أهلا وشكرا لكم على حسن الاستضافة في الحقيقة هذه الاعتراضات هي منذ الوهلة الأولى في إعلان نتائج الانتخابات كان هناك لدى تحالف الفتح أدلة قانونية وفنية تشير إلى التلاعب بنتاج الانتخابات وتزوير الانتخابات وخير الدليل هو كما عرضه السيد تاد العامري وتطرق إليه بيان أو تقرير الشركة الفعصة الألمانية التي بيّنت أن هناك تهديدات أمنية ما يقارب 110 تهديد المقوضية أخذت ب63 تهديد وأعطأ أو أخذت 47 تهديد مطبور لذلك الإشكال اليوم المطروح هو حول إغفال المقوضية وتهاؤنها في عملية إعلان النتائج وأن هذه النتائج هي غير موضية باعتباره أدلة موجودة لا يمكن لأي شخص يرجح هذه الأدلة وتحالف الفتح بيّن موقفه أنه يجب تصحيح مسار المقوضية أولا وتصحيح مسار إعلان النتائج بصورة طيب تداعيات ذلك على المرحلة القادمة سيد أستاذ أحمد نعم تداعيات ذلك أنه تحالف الفتح بيّن أنه موقفه واضح تذهب إلى المحكمة الإدارية بعد إعلان النتائج من القبل المقوضية أنه تستمر مرحلة الطعون وتستمر مرحلة الشكاوي موجودة وكلنا ثقة بالقضاء العراقي لا نقل أنه هناك كان اجتماع لدى الأطار التنسيقي والكتلة الصدرية وذلك للمرحلة اللاحقة أما فيما يخص أنه الاستمرار في تقديم الطعون والاحترار على نتائج الانتخابات فهذا مساره لوحده ولا يمكن أن الأخبار عنا أو التراجع عنا مستمرون في تقديم الطعون ومستمرون في تقديم الشكاوي للمحكمة الإدارية وأشرت وذكرت أنه كلنا أتقى بالمحكمة الإدارية وقرارات نعم طيب أستاذ أحمد هل ما بحوزتكم من أدلة في تحالف الفتح كاف برأيكم لإلغاء نتائج الانتخابات ولو افترضنا أن المحكمة الانتحادية سترد هذه الطعون وتصادق على النتائج خياراتكم ما هي؟ نعم أن ثبات تحالف الفتح وإشكالاته على أعلان النتائج هو مبني على أساس واضح أن الأدلة والوثاقة القانونية والفنية التي يمتلكها للتحالف وذلك وغير دليل أنا ذكرت أنه تقديم الشركة الفحص الألمانية التي أشارت أنه التلاعب بنتائج الانتخابات حتى في حال إعلان النتائج من قبل المحكمة الانتحادية هذه الثقة هي مبنية على أساس الوثاقة التي يمتلكها تحالف الفتح أنه تعالف الفتح لا يرضى مثلا بصعود خمسة مرشحين أو ثلاث مرشحين هو يطالب بإرجاع الحقوق كاملة وكذلك أنه يطالب بعامل مهم وهو إعلان هذه النتائج بصورة صحيحة وتصحيح نساء المفوضية من أجل كسب ثقة المواطن بالمفوضية لأن الذين صعدوا خمس مقاعد أو ست مقاعد صعدوا من أجل هناك الإشكالات الموجودة والصحيحة في عمل وأداء المفوضية لذلك تحالف الفتح أنه في مطالبه هو مبني على أساس الوثاقة التي يمتلكها أولا وثانيا هو يريد مشروع تصحيح مساء المفوضية من أجل عدد ثقة المواطن بهذه المفوضية طيب أستاذ أحمد هناك ربما انتقادت وجهت لربما التحالف يقول البعض أن الفتح يطعن من جهة ويجلس مع طيار الصدري من جهة أخرى كيف يمكن التوفيق بين هذين المسارين؟ يعني مصار يرفض النتائج ومصار يقبل بها ويتفاوض بناء عليها نعم المسار الأول هو الذي كما ذكرتمو أنه مسار الطعن أنه مسار الطعن هو قانوني دستوري يقره الدستور العراقي وهذا حق مقفول أنه حتى الكتلة الصدرية أو غير الكتلة الصدرية من باقي المقونات هي تسير في هذا المسار ولا اعتراض عليه ولا يمكن التخافل عنه أنه ذكرت أنه يجب أرجع حقوق قاملة وتصحيح مساء هذا المقوول المسار الثاني هو الجلوس مع الأخوة في الكتلة الصدرية كما تعلمون ظهرت في الآونة الأخيرة أنه هناك مكونات شعيان الجلوس هو لكسر الجريد والجمود السياسي الموجود بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيخي وهذا الجلوس هو ترأس في مهام نقاط أساسية هو تصحيح مسار عمل هذه المفوضية وهناك ثوابت أقرت وذكرت في الإعلام في الجلوس ولم تذكر في هذه الجلسة أنه هناك حاول آليات لتشكيل الحكومة أو تسمية رئيس الوزراء أو رئيس الجمهور رئيس الدرام الجلوس كان أود لكسر الحاجز بين أخوة الأطار التنسيقي والكتلة الصدرية من أجل وصول إلى وحدة تفهم وحدة رأي في المستقبل ما بعد إعلان النتائج ولكن نتحالب البتش وقوة الأطار التنسيقي حتى في هذه الجلسة أنه من أهم مهام ونقاطة في هذه الجلسة هو تصحيح مسار عمل هذه المفوضية والنظر في إعلان النتائج وفي الأصوات التي فقدت خلال أداء المفوضية بالعمل الانتخابية الأستاذ أحمد عبد الحسين عضو المكتب السياسي لحركة عصائب أهل الحق شكرا جزيلا لك الأخبار مستمرة إذن المشاهدين ننوه أيضا إلى هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا للتو حيث التقى رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني طبعا في أربيل بحث الشيخ الخنجر وبارزاني آخر مستجدات الوضع السياسي وكذلك نتأجي الانتخابات المبكرة وناقشا تفاهمات ما بعد الانتخابات وتطورات المشهد السياسي الحالي وناقشا أيضا الجانبان أهمية رفع مستوى التنسيق والتعاون الأمني بين بغدادة وأربيل لمنع تكرار الخرقات الأمنية الأخيرة أمنيا أيضا بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع سفير الأمريكي في العراق ماتيو تولر التقدم الحاصلة في إنهاء الدور القتال لقوات التحالف في العراق وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان إن الكاظمي بحث أيضا مع تولر موضوع انتقال قوات التحالف إلى دور المشورة والمساعدة والتمكين وفق متبنيات الحوار الستراتيجي وأكيدا أن اللقاء بحث سبل تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين وآخر ما تشهده المنطقة من تطورات أمنية والتأكيد على دور العراق المتنامي في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي أثناء ذلك تباحث وفد من قوات البشمركة مع قيادة العمليات المشتركة خططا لمواجهة تنظيم داعش الإرهابية والتنسيق الأمني بين الجانبين لمواجهة تصاعد العمليات الإرهابية وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة أن وفد من البشمركة وصل إلى مقر القيادة في العاصمة بغداد للتباحث والتنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك ووضع خطط جديدة لمواجهة الاحتداءات الإرهابية وضف البيان أيضا أن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري كان باستقبال الوفد الأمني الكردية في السياق قد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر أن تكرار الخروقات الأمنية يستلزم جهدا استخباريا ودعما عاجلا للقوات الاتحادية وقوات البشمركة في معركتهم ضد تنظيم داعش الإرهابي الشيخ الخنجر قال أيضا في تغريدة على تويتر إن الإرهاب هو الخطر الأكبر على حياتنا واستقرارنا وجها دعاءه بالرحمة لشهداء الهجوم الإرهابي في قضاء مخمور وفي الشفاء العاجل للجرحة من جانبه أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني إن خطر تنظيم داعش الإرهابي ما يزال يشكل تهديدا كبيرا على الأقليم مشددا على أن دماء الشهداء لن تذهب سودان وأن الثأر من الإرهابيين لابد منه إن خطر تنظيم داعش ما يزال كبيرا على أقليم كردستان إلا أننا نؤكد أن دماء الشهداء لن تذهب سودان وسيتم الثأر من الإرهابيين نحن كل ما فعلناه وسنفعله هو الدفاع عن أرضنا وفي ذات الشأن هذه المرة دوليا أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها حيال الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الإرهابي في قضاء مخمور وأصفر عن استشهاد ثلاثة عشر شخصا منهم مقتلون في قوات البشمرقة ومدنيون مشددة على مواصلة واشنطن دعم قوة الأمن العراقية كجزء من جهودها لهزيمة داعش الإرهابية وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بيان صحفي تعليقا على الهجوم الذي استهدف قرية خضر جيجة بقضاء مخمور قال إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إذا أتصعيد هجمات داعش في أنحاء العراق اجتماع نامني رافع المستوى بين قيادة العملية المشتركة وقوات البشمرقة لإعادة النظر في خطوط الدفاع في المناطق الفاصلة وتنسيق المواقف الأمني من خلال نشر قوات إضافية وتحريك المياه الراكدة في ملف تشكيل لواءين مشتركين من القوات الاتحادية بالتنسيق مع قوات البشمرقة فيما تتعالى التحذيرات من انعكسات الانسداد السياسي وظلاله الثقيلة التي قد ترتد على المشهد الأمني بدأ تصاعد الخروقات الأمنية والهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات البشمرقة في مناطق متفرقة في قضاء كفر ومخمور والتي خلفت خسائر بشرية نراح ضحيتها شهداء وجرحة يسير الاتفاق على تشكيل لواءين من البشمرقة والجيش العراقي ببطء شديد بسبب تأثيرات الخلافات السياسية التي انعكست أمنيا على استقرار المناطق الفاصلة بحسب خبراء أمنيين للأسف قبل أيام في منطقة قرميان ويوم أمس في مخمور تعرضنا لهجمات إرهابية الإرهابيين بجرائمهم تسببوا في استشهاد العديد من البشمرقة والمواطنين وهذه المسألة تبين وتثبت وتؤكد بأن خطرا كبيرا ما زال يحدق بنا وأنا من هنا من على هذا المنبر أؤكد لي أبناء شعب كردستان وأطمئنهم بأننا سوف نفأر لشهدائنا وأن دماء الشهداء لن تذهب السودان وتصنف المناطق الفاصلة بين قوات البيشمرقة والجيش العراقي ضمن المناطق الأكثر هشاشة أمنيا وتشكل شريطا واسعا يمتد من قضاء طوز هرماته مرورا بسلسلة جبال حمرين وانتهان بزمار ومخمور غالبيتها ذات طبيعة جغرافية معقدة يستغلها التنظيم الإرهابي لشن هجمات بتكتيكات جديدة تعتمد الهجمات المزدوجة وبتوقيتات متزامنة تم اتفاق على تشكيل قوى ألوية مشتركة وغرف عمليات مشتركة ونقاط مشتركة لسد هذه الفراغات على أرض الواقع ولكن الأحزاب لم تقبل ولم تدع هذه الاتفاقية لأنها تمضي ومن ضمنها اتفاقية سنجار لماذا؟ لأن هناك أحزاب يفضلون وجود داعش على عودة البيشمرقة إلى هذه المناطق وشن داعش الإرهابي خلال الأسبوع الماضي أربع هجمات متفرقة فيما نفذ أكثر من مئتي هجوم على قوات البيشمرقة خلال أقل من سنة بحسب إحصائيات الرسمية أسفرت عن وقوع أكثر من ثمانمائة ضحية بين شهيد وجريح ومختطف لتتصاعد الدعوات بتفعيل التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية والبيشمرقة لسد الثغارات الأمنية تسعى بغداد وأربيل إلى انشاء خط دفاعي مشترك في المناطق المسمات دستوريا المتنازع عليها بعد تكرار هجمات تنظيم داعش في مناطق متفرقة من البلاد وخاصة في كفري ومخموع من أربيل بشير الحسن قناة الفلوجة حول هذا الموضوع ينضم إلينا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني الأستاذ عماد باجلال مرحبا بحضرتك أستاذ عماد دعني أبدأ مع حضرتك بداية من الاجتماع الأخير ما بين الأمني طبعا ما بين البيشمرقة وكذلك القوات المشتركة العراقية ماذا يختلف هذا الاجتماع عن سابقاته من الاجتماعات؟ نعم بداية نتحيي لكم ولمشاهدين قناتكم الكريمة للأسف هذه الاجتماعات لا تختلف عن سابقاتها كلها عود وكلها تخدير حيث منذ منذ 2017 نهاية حكومة السيد حيدر العبادي وإعلان النصر الواهم الذي وهم به العراقيين والعالم أنه انتصر على داعش قلنا كحكومة قليم كردستان وكحزب ديمقراطي كردستاني أن خطر داعش ما زال مستمرا على كل العراقيين على القليم وعلى باقي المحافظات على الرجال الأمن وعلى المدنيين ولكن لا حياته لما تنادي أضف إلى أنه منذ 2018 منذ حكومة السيد عبد المهدي ولحد الآن كانت هناك فرق أو وفود عسكرية من بغداد تزور الأربيد لوزارة البشمرقة وكذلك العكس لسد هذه الثغرات الأمنية وهذه الفراغات الأمنية لإنشاء قوة مشتركة بين الجاربين ولكن كانت هناك إرادة في بغداد لعدم إنشاء هذه القوة وكانت واضحة ما مصلحة بغداد نعم أستاذ عمد ما مصلحة بغداد نعم وطيلت هذه السنوات من كلام جنابك أن الجنبة السياسية بامتياز نعم سوف أكيد أكيد جنبة السياسية بامتياز وللأسف كثير من الجهات يفضلون وجود داعش وتهديد داعش بالنسبة للمدنيين والعسكر على وجود الفيشمركة في هذه المناطق بحجة مسألة واهمة التي هي فرض القانون فرض القانون العنوان الفضفاضي ناهيك أن هذه السنوات منذ 2017 حتى الآن عشرات بالمئات الأعمليات قامت بها داعش في مناطق خانقين في مناطق قرميان في مناطق كفري وكلار مخمور وكل هذا الشريط الحدودي إذن لماذا يكون هناك اجتماعات دورية يعني تقريبا في كل شهرين أو ثلاثة نسمع عن اجتماعات بين وفود أربيل وكذلك بغداد ما الجدوى من هذه الاجتماعات طالما الاثنان متفقان عليها لماذا تكون مخرجات ما كما نشاهد وما الفائدة من الاجتماعات بدون التطبيق مخرجات الاجتماعات على عرض الواقع ما الفائدة بأنه لا يسمحون تجهيز البيشمرقة بالأسلحة وبالنواضير الليلية والأسلحة الفتاكة والتكنولوجيا الحديثة في التسليح ولا يسمحون بغداد لا تسمح أيضا بشراء البيشمرقة هذه المستلزمات بغداد تمنع تسجيز البيشمرقة كذلك الأحزاب منعت سم قانون للبيشمرقة الذي ينظم البيشمرقة احتياجات البيشمرقة العسكرية والرواتب وكل المستلزمات وسنت للحجد الشعبي قانون بساعتين يعني هناك ازدواجية في المعايير وهناك تعامل ديماغوجي مع الكرد في هذه المسألة المسألة ليست لعبة خطر داعش لا زال قائما هذه الاجتماعات كما تفضلت جنابك نسمع بها ونراها منذ ثلاث أو أربع سنوات ولكن ما الفائدة من هذه الاجتماعات ما الذي يمنع تنهية الخلافات السياسية أستاذ عماد باجلان لكي يتم معالجة الإرهاب بشكل حقيقي لا بالنسبة لليقيم كردستان لا مشاكل سياسية وكما ذكرت أن هذه القوات المشتركة تأخذ أوامرها من بغداد من قائد العمليات حتى وإن كانوا من ضمنها بيشمرقة بزي موحد وأوامرها من بغداد هنا لا توجد سياسة ولكن هم يفضلون أكثر الجهات في بغداد يفضلون وجود وخطر داعش على أن يكون هناك قوة جزء من هذه القوة تكون من قوات البيشمرقة تمسك الأرض لأن هذه المناطق البيشمرقة أبناء هذه المناطق ويعرفون الثغرات الجغرافية ومن أين يتسللون دواعش وأيام زمان قبل 16 أكتوبر كانوا يرابطون روابط ليلية وكماء ولم تكن توجد خروقات أمنية من قبل داعش بهذه الأحجام كما نراها هذه الأيام هناك إرادة لا أدري ماذا أقول لك هذه إرادة إقليمية أم فعلا ديماغوجية من بعض الأحزاب لا يريدون القوات البيشمرقة تمسك الأرض وتبسط الأمن في هذه المناطق على الأقل لحماية المدنيين وحماية المارة قبل سنة من هذا التاريخ داعش في نفس المكان في مخمور هاجمت على حافلة لجنود مجازين من قوات الشرطة الاتحادية قتلوا أيضا ما يقارب 10 أو 15 نعم يعني هذه أرواح ناس لا يجوز الاستهانة والمشكلة أن هناك أطراف يدعون ويطالبون لخروج القوات التحالف واليوم كان هناك حديث السيد الكاظمي أن في نهاية هذه السنة سوف تخرج قوات القتالية على أي أساس تخرج القوات القتالية وخطر داعش لا زال يهدد العراقيين مدنيين وعسكر يوم 31 من الشهر الجاري يبدو أن أي دور قتالي للقوات الأجنبية سوف يكون منتهيا في العراق إلى غير رجعة لا أعرف ما هي الأدوار الأخرى التي سيلتزم بها لكن الحكومة الجديدة تقاربكم أنتم لديكم تقارب جديد ربما حتى مع الصدر هل يبشر بنوع من التعاون وإنهاء لهذه الأزمة؟ قبل ليست لدينا مشاكل مع الحكومة الجديدة ومن نسبة للتحالفات رؤى الديمقراطة الكردستاني واضح نميل نهجه أقرب للوطنية إلى حكومة قوية حكومة تحالف أغلبية سياسية قوية تكون مسؤولة أمام الشعب العراقي ولكن مسألة خروج القوات الأمريكية والتحالف الدولي هذا ما يعني أنه سوف داعش تنشط أكثر وتقوم بعمليات أكثر من ما تقوم به هذه السنوات وخلال وجود القوات الأمريكية لأن التقطع الجوية لها دور كبير نصف المعركة تحسيمها التقطع الجوية والسلاح الفتاك والمعلومات الاستخباراتية كل هذه العوامل تؤثر على نمو داعش ونشاطاتها تكثر في هذه المناطق ناهيك أن هذه المناطق منكوبة مناطق المادة 140 حرمت من الخدمات ومن التعيينات ومن كل مستلزمات الحياة الكريمة الطبيعية لأن هناك صراع بين الحكومة الاتحادية بالنسبة للإقليم ولم تبني فيها أي مشروع يعني بنات تحتية أو خدماتية ربما أكثر ما يتمكن به هذا السرع هو عدم تطبيق مخرجات اتفاق سنجار عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني أستر عماد وجل كنت معنا شكرا لك اقتصاديا مددت الإدارة الأمريكية إعفاء إيران من العقوبات في عملية بيع الكهرباء إلى العراق لمائة وعشرين يوما آخرا بحسب ما أفدت به مصادر صحفية أمريكية وأكدت المصادر نقلا عن الخارجية الأمريكية أن مبيعات الكهرباء الإيرانية إلى العراق تظل في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة مضيفة أن السلطات العراقية لم تستطع تقليص اعتمادها على الكهرباء الإيرانية ما حتى ما على الولايات المتحدة التنازل عن العقوبات للسماح بهذه المبيعات في ذيقار فقد قطع متظاهرون من أهالي منطقة بني زيد شمالي المحافظة الطريق العام الرابط مع العاصمة بغداد وذلك احتجاجا على تردي واقع الكهرباء في مناطقهم وأفد مراسل الفلوجان التصعيد الاحتجاجي للأهالي يأتي على خلفية تهميش الجهات المعنية لمطالبهم حيث أكدوا أنهم يتظهرون من الجئيص لصوتهم والتحسين الشبكة الكهربائية وزيادة ساعات التجهيز من التيار الكهربائية كهرباء خط ناقل متهالك حوالي خمسين سنة عطلاته ويوماته ما جاء توصلنا حدا صيف ولا شدة كهرباء خرجنا هذا اليوم للمطالبة بأفسط الحقوق وهي خطوط نقل الكهرباء أو التيار الكهربائي إلى عشائر خفاجة وذلك لاندثار الخط الذي تأسس سنة 1981 من قبل الشركة المصرية أيقبل العراقيون أو المسؤولين بالمحافظة أن توجد صبات يعني أتيون صبات في المحافظة أو في عشار الزيادات ولذلك لتعرض هذا الخط إلى التآكل الشبكتنا شبكة قديمة من سن تقريبا صارها أكثر من 30 سنة كل المناطق الباقي المناطق العشارية أو الأقضاء أو النوحي شبكاتها جدد سليكوت تسليك جديد الوحيد لمنطقة الزيادات تعاني من هذا الشي تعاني من فقر شحة مياه وتعاني من كهرباء مواكو احنا اليوم طلعنا وقطعنا الشارع وسيلة ضغط نطالب السيد المحافظ والسادة القائمين على شؤون المحافظة الاتفاة البسيطة لهذه المنطقة ونترجعهم رجع أخوي أو رجع أبوي أن يحققون هذه المطالب في سياق ذي صلة حيث طالب قراء مقاييس الكهرباء في محافظة نينوى بتحويلهم إلى عقود وزارية والكفع الرمي مطالبهما بين وزارتي المالية والكهرباء والأمانة العامة لمجلس الوزراء نطالب وزارة الكهرباء بتحويله إلى قراءة 315 حتى نضمن الضمان الاجتماعي نضمن حقوق التقاعدية ما طالبي من عدو وزارة الكهرباء غير العقود كل الدنيا تحويل العقود إلا قار المقياس خاطب وزارة الكهرباء رفعت بنا كتاب تاريخ 9.5 بالحاجة الماسة والتخصص المالي رفعت بنا كتاب تاريخ 27.6 رفعت بنا كتاب تاريخ 29.8 رفعت بنا كلها التي ترفع الأمان العامة والأمانة خاطباء المالية والمالية توقف اللحظة بعدها وترجع وترجع وزارة الكهرباء تكيف على وضعية وما تتحولنا نحن طالبنا حال بقية الشرايح المظلومة تحويل قرارنا من 341 إلى 315 الوزارة ترغب الأمانة العامة ترجع الوزارة المالية الأمانة العامة آخر شيء لأمان العامة قالت إحنا ما أننا علاقة برة من الموضوع نسق بينك وبين الكهرباء إحنا نطالب تحويلنا إلى عقود وزارية لأن إحنا بالمصد صايرين أنت محافظة وحدة عندك جبايتها 16 مليار أضربها في 14 محافظة شقدر أحصيها؟ يعني أنا أول مرة أشوف دولة أنت تجيب لها فلوس وتتعب وتجبيلها وما يحاول لك عقد ليش؟ أنا أول مرة أشوف يتشي بالله الكريم يا أخي تعبنا بالله الكريم هسترونة يعني عوالب رقبتنا شي تكفيك شي تكفيك يعني راتبك 40 ألف و50 ألف شي تكفيك مصرفيش هذا كفيك يا رحم والدك هذا مصرف ما اليوم واحد أتحدى أين بأي مسؤول يرضى براتب يتي في شأن منفصل دعى وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني دعى المجتمع الدولية إلى دعم العراق لضمن حصوله على حقوقه المائية من الدول المتشاطئة الحمداني أكد خلال استضافته في منتدى حوارات المتوسط 2021 ضرورة مواجهة تحديات التغيرات المناخية وأثارها السلبية على الموارد المائية المتمثلة بالتزايد فترات الجفاف وانتشار التصحر وارتفاع درجات الحرارة وشح الأمطار مع تزايد الطلب على الطاقة والتنامي السكاني ما يحتم على الدول المتشاطئة تقاسم الضرر في الفترات الصعبة ومدى جزر التعاون والتوصل إلى تفاهمات واتفاقات دولية ملزمة في إطار القانون والأعراف الدولية الآن ينضم إلينا الخبير الدولي في هندسة الموارد المائية الدكتور نظير الأنصاري مرحبا بحضرتك دكتور نظير بداية العراق تعرف جنابك يعتمد على ما تطلقه دول الجوار من إطلاقات مائية لكن ما مصير السياسات المائية التي يجب على العراق الاعتماد عليها بدلا من هذه الإطلاقات واحدة نعم مثل ما تفضلت العراق يعتمد بصورة رئيسية أكثر من 95% على موارد المياه من نهري دجلو الفراد لكن مثل ما نعرف احنا حاليا تصاريف هذه الأنهار قلت بشكل كبير جدا فلذلك السياسة المائية في العراق يجب أن تتغير بشكل جذري ليش تتغير؟ لأن الفواقد المائية بالسياسة الحالية هي كبيرة جدا يعني نظم الري يجب أن تتغير من نظم الري السيحي إلى نظم الري بالتنقيق والري بالرش اثنين لازم نعتمد على الموارد غير التقليدية يعني ليس نبقى نعتمد على مياه نهري دجلو الفراد بشكل كبير جدا وأقصد بالموارد غير التقليدية مثلا الحصاد المائي وكثير من الدراسات أنجزناها حول أهمية الحصاد المائي وأثبتت أنه من الممكن أن نحصل على ملايين الأمتار المكعبة من المياه بواسطة هذه الطريقة الشغلة الثانية أو الأمر الثاني الممكن نستفاد منه هو تنقية المياه العادمة وعدد استخدامها لأغراض الري وأنا دائما أقول ليش نحكي دائما عن الزراعة لأنه قطاع الزراعة هو أكثر قطاع يستهلك مياه في كل الدول عادة وخاصة في العراق ولذلك إذا وفرنا مصادر أخرى للمياه للزراعة من الممكن أن نوفر مياه كميات كبيرة من المياه للأغراض الأخرى بالمقابل هناك اتفاقات دولية كما تعرف دكتور تفرض تقاسم الضرر مع العراق في حال وجود جفاف مثلا العراق ذهب إلى المحكمة الدولية وقاب بدعوة ضد إيران ما الذي يملكه العراق من أوراق ضغط لكي يتقاسم الآخرون الضرر معه ولا يؤدي ذلك إلى جفاف سؤال جيد جدا شكرا على هذا السؤال بالحقيقة النظرية شيء والواقع شيء آخر القوانين الدولية قد تكون موجودة إيران ليس موقع على هذه الاتفاقيات أولا يعني بداية ثانيا حتى لو موقعها وإذا راح العراق أنا ما أقول ما يصير العراق يروح المحاكمة الدولية أو المؤسسات الدولية بهذا الخصوص لا يجب أن يروح لكن هذه العملية تستغرق وقت كبير جدا وأضرار يعني إذا بقينا ننتظر قرارات المحكمة الدولية يجوز الأضرار تكون كبيرة جدا وما نستفاد أي شيء لفترة زمنية ضويلة فلذلك العراق لازم يتحرك بشكل آخر نحن أدنا ورقة قوية جدا مع أتجار إيران مع الأسف نحن يمكن نضطر نستخدم هذه مع هذه الورقة نعم هذه الورقة وإيران معتمدة بشكل كبير جدا على الأمور التجارية مع العراق يعني العراق يستورد أكثر من 20 مليار دولار من المواد من إيران وبعدين هناك شركات إيرانية كثيرة تعمل داخل العراق ونحن نعرف يعني إذا أخذنا الواقع الحالي لوضع إيران السياسي دوليا فهي تحت حصار وعليها كثير من العقوبات أو الأشياء التي فرضتها وقية الدول على صادراتها ووارداتها فهي معتمدة بشكل كبير عن العراق وهذه ورقة ضغط من الممكنة تستعملها الحكومة العراقية للتفاوض مع إيران وتحصل حصة العراق المطلوبة من المياه دكتور العلاقات السياسية ما بين العراق وإيران هي جيدة جدا لكن هناك من يرجح وجود جنب سياسية تتعلق بما يتعلق به هذا الموضوع موضوع الجفاف ما هي بالرأيك؟ كيف تؤثر؟ والله صراحة أنا أستغرب من موقف إيران يعني بالنسبة لموارد المياه وكيفية تحويلها لكثير من جداول أو روافد نهر دجلة كافة مياهها لداخل إيران يعني مثل ما تفضلت يفترض أنها العلاقات تكون جيدة جداً وهناك تعاون وتفاهم بس اللي أعرفه أنه ما في أي تعاون أو تفاهم في مجال الموارد المائية وهذا فالشيء يثير القلق والاستغراب حقيقة وما أعرف شنو السبب هذا الشيء لكن يمكن يعني الاستغلاء عن العامل الدولي والأطلاقات التي يطلقها دول الجوار عبر تفعيل سياسات مائية يستطيع العراق أن ينتهجها كم تكلفه من وقت؟ نعم وكم تكلفه من موارد؟ ممكن ذلك مثل ما تفضلت هذا يعتمد على جديتنا بالعمل يعني إذا نطينا هذه الشغلة إلى ناس فاهمة وعرفة إشتاوي ممكن أن نتجاوز هذه الأزمة خلال سنتين ثلاثة بكل بساطة لكن مثل ما قلنا تحتاج إلى ناس فاهمة إشتاوي وتعرف شنو هي الظروف أو الواقع الحالي للموارد المائية في العراق والتوقعات المستقبلية لأن الاستراتيجية الموجودة حاليا هي خاطئة ولذلك يجب أن تتغير الاستراتيجية بحيث الدخل ما هو موجود حاليا والمتوقع مستقبليا وهي تحتاج إلى ناس فاهمة إرادة حكومية لتفعيل هذه البرامج بالضبط الخبير الدولي في هندسة الموارد المائية الدكتور ناظير الأنصاري كنت معنا شكرا لك حذر أهالي ديالا من محاولة أطراف إشعال الفتنة الطائفية في قرى المحافظة على غرار ما حدث في قرية الرشاد وما أعقبها من جرائم انتقامية في قرية نهر الإمام التي ما زال أهلها مشردين بعيدا عن منازلهم وأراضهم وناشد أهالي ديالا القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكارمي والأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لقطع الطريق على المتربصين وممن يريدون خلق فتنة جديدة في ديالا لتحقيق مآربهم الضيقة في وقت تعالت فيه الدعوات إلى الحكومتين المحلية والمركزية بمعالجة سريعة لوضع نازحي قرية نهر الإمام الذين ما زالوا بعيدين عن قرىهم منذ أكثر من أربعين يوما مئة ألف نسمة بلا أبسط مقومات للحياة وحطون بمياه آسنة من كل جانب لا خيار لهم سوى تعيش مع الأمراض والأوبئة متسائلين عن مصير مشروع الصرف الصحي الذي تجاوزت قيمته مئة وثلاثين مليارا المشهد في مناطق غرب بعقوبة يرسدها لنا زبيلنا عمر العبيدي ما يقرب مئتي ألف نسمة مجمل أفراد العائلات في مناطق غرب بعقوبة أحياء كثيرة تفتقد أبسط مقومات الحياة هنا مستنقعات من المياه الآسنة تحيط بمساكنهم ولا خيار لهم سوى التعايش مع هذا الوضع ومواجهة الأمراض والحشرات رغم المناشدات المستمرة للجهات المعنية فإن الواقع مأساوي على أرض الواقع إحنا معاناتنا هذه المستنقعات اللي دائر مدائر بيوت فهذه بالشيء ترتفع حسا إذا شوف هذا ارتفاع الماء تقدى بعد مرة ونصف وتنسد الطرق أكثر من سبع سنين هذا ما لقال أي حل كله مناشدات قائمة مقامية غير قائمة مقامية الصحة هذا لو تجي قبل ما يصر هذا البرد وشوف هاي هنا الحشرات يعني أشكال هاي أغلب الأطفال هاي المنطقة كلها بالكامل عندهم حساسية قبل عدة سنوات أقر مشروع للصرف الصحي بمبلغ تجاوز 130 ملياران لأن أحداث عام 2014 وما آلت إليه من ظروف مالية واجهت العراق حالت دون تنفيذ أكبر مشروع لشبكة المجاري وتصريف المياه في محافظة ديالة أزمة داعش وهجوم داعش على العراق في ذلك الوقت أدى إلى توقف هذا المشروع ومرور العراق بأزمة مالية بالنتيجة هناك فرق في الأسعار الشركات اعتذرت عن تنفيذ هذا المشروع وتم السحب العمل من هذه الشركات كلفة المشروع تقريبا أكثر من 130 مليار دينار عراقي بالنتيجة اليوم المواطنين في هذه المناطق تدفع ضربة هذا التأخير تائرة المجاري الجهة المسؤولة عن هذا الملف أكدت عدم امتلاك شبكة تصريف للمياه في هذه المناطق ولا حلول لديهم سوى سحب البعض منها في موسم هطول الأمطار لتبقى بانتظار الموافقات الرسمية لتنفيذ مشروع الصرف الصحية في الفترة المقبلة صرف الماء أو ننصب مضخات مال سحب مال مياه في موسم الأمطار الآن لدينا استعداد لدينا غواطس ودينا مضخات مال مياه موجودة إن شاء الله موجودة بالدارة من يصير لدينا كثافة مالأمطار نربط هذه المضخة نحول من هذا المستقع مثلا نصرفه على مثلا بزل قريب وتبقى هذه المشاريع عبارة عن أوراق وكتابات مركونة على الرفوف تنتظر من يبت بها وينتشل الساكنين هنا من واقعهم المزرية من محافظة ديالة عمر العبيدي قناة الفلوجة في نينوى وبعد قيام عنصر أمني بالاعتداء على أحد الأطباء في مدينة الموصل أدانت دائرة صحة نينوى تلك الحادثة التي وقعت في مستشفى السلام فيما طالبت مدير الشرطة وقائد العمليات بتوفير قوة أمنية لحماية المستشفيات وإصدار أوامر بعدم حمل السلاح داخل المستشفيات نحن كدائرة صحة نينوى نستنكر وندين هذه الاعتداءات التي تتعرض لها كوادر دائرة صحة نينوى بين الحين والآخر وعمام أنظار قوات الأمنية أو حماية المنشآت التي لا تستطيع دفع هذا الاعتداء ورد هؤلاء المسيئين اللي يعتبرونهم بصراحة تصرفات فردية من قبل البعض والأمس لاحظت أنه تم الاعتداء على أحد أطباءنا في مستشفى السلام وتم التجاوز عليه وهو يقوم بعمله نحن كدائرة صحة نينوى أحياناً ننظر بأننا قوة ضعيفة يعني دائماً يتم التجاوز بالرغم من ناشدتنا إلى قواتنا الأمنية البطل الذي وقفت مع دائرة الصحة نينوى في أمور كثيرة واستطعنا بجهود هذه القوات الأمنية أن نتصدى لهذا الوباء وننتصر عليه ولكن طلبنا من قيادة العمليات قيادة الشرطة رفض دائرة الصحة نينوى بقوة عسكرية قادرة على منع دخول منتسبين القوات الأمنية الحشود وهم يقوم بحمل السلاح والتجوات في هذه المستشفيات أكثر من 600 مشروع أنجزت في محافظة كاركوك ضمن خطة موازنة العام 2019 شاملت بناء المدارس والمراكز الصحية وتعبيد الشوارع خطة وضعت كاركوك في المركز الأول عراقيا في هذه المشاريع يضاف إليها مشاريع حيوية أخرى قسم أنجزة والمتبقي منها وصلت نسبة إنجازه إلى نحو 80% ضمن موازنة العام 2021 تفاصيل في سيق هذا التقرير خمس سنوات كانت كفيلة بإزالة ما خلفته الحرب ضد داعش هنا في المركز وهناك في الأقضية والنواحي مشاريع أعادت كاركوك إلى الواجهة لتحتل المرتبة الأولى عراقيا بتعبيد الشوارع وبناء المدارس التي بلغت أكثر من 650 مدرسة يضاف إليها ما تحقق على مستوى شبكات الكهرباء والطرق الفرعية في الأحياء والطرق الرئيسية التي تربط كاركوك بالمحافظات المجاورة لا يوجد لدينا طريق أو شارع أو حي سكني رسمي في مدينة كاركوك إلا ووصلت إليه الخدمات إدارة كانت حريصة جدا على العدالة بتوزيع هذه المشاريع بإضافة إلى ذلك مشاريع أخرى في مجال تأهيل وتطوير شبكات الكهرباء صيانة الجسور، إنشاء مراكز صحية كاركوك كانت الأولى على مستوى العراق في تشييد المدارس وحصلت على المرتبة الأولى خطة أخرى تعدها إدارة المحافظة بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة ستركز على إعادة بناء الدور المهدمة في غالبية القرى الوقعة في الأطراف وإيصال الخدمات إليها على غرار ما أنجز في مناطق المركز التي لم يبقى فيها شارع إلا وقد وصلت إليه الخدمات بالإضافة إلى مشاريع إيصال الخدمات للطرق الريفية وحتى القرى المهدمة يعني إيصال الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وطرق وبانتظار أيضا مساهمة للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة في الوصول إلى إجراءات فاعلة لبناء الدور المهدمة نتيجة العمليات العسكرية خلال العام 2015-16 وأثناء التحرير في عموم حدود محافظة كاركو نحو 80% نسبة إنجاز ما وصلت إليه غالبية المشاريع ضمن موازنة العام 2021 خطط واعيدة تنتظر تأمين السيولة المالية من أجل تحقيق طفرة كبيرة في الخدمات والجانب الحضاري والعمراني لقناة الفلوج عبدالله العامري كاركوك بهذه الإنجازات مشاهدين نصل إلى طي أوراق الموعد الإخباري ونذكر بأبرز عنوينه إلغاء الانتخابات ينقذ العراق من الأزمات العامري يفصل خروقات المفوضية رضا خطل بلاسخارت وامتنعت عن العد الشام أبرزها إبطال قانونها طعون تهدد الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية لموعد نهائيا للتصديق والتفاهمات قيضى الانتدار مخرجات الحوار تتبلور في نهاية العام الكاظمي وطولر يؤكدان إنهاء الدور القتالي للتحالف والتحول إلى المشورة والتدريب باجتماع عاجل في بغداد الجيش والبشمركة يرفعان مستوى التأهب لسد الثغرات وشيخ الخنجر يحذر الإرهاب الخطر الأكبر الجفاف يهدد الأنهر والتصحر يأتي على المساحات الخضراء العراق يلوذ بالمحافل الدولية لاستحصال حقوقه المائية مشاهدين الحصاد انتهى للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على صفحات التواصل الخاصة بقرأة الفلبجة شكرا للمتابعة واللقاء دمت في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة